مشاهدين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حوار النهار ضيفنا لها الحلقة نائب عن الجماعة الإسلامية الدكتور عماد الحوت لإجراء الطراءة لآخر الملفات الساخنة بلبنان والمنطقة ولكن قبل الدخول بكل التفاصيل مع ضيفنا بدنا ننتقل إلى شكة مع الأهالي مع أحد الموجودين بشكة لإطلاع لآخر ما استجدت العضية هناك خصوصا بخصوص إطلاق النار لإستهدفة الشاب سليمان ساركيس ومعنا من هناك مباشرة صديقه لسليمان أمين بطرس أمين الله معك مساء الخير سيزوران ومساء الخير الجميع بدي أطلب منك بس فيك تحطنا هيك بشكل سريع شو هي اللي صار يعني من بداية من بداية الإشكال هلأ شو وضع سليمان هلأ بالمستشفى تحديدا والأجهزة الأمنية إذا بدنا نقول والمخابرات والجيش شو عم بيعاموا شو الدور اللي قاموا فيه السيدة رولان كل شي أنا فيني أقوله إنه اللي صار مع سليمان منه إلا عملية اغتيال محضرة ومدروسة وتم تنفيذها بطريقة مافيوية طريقة كتير بشعة سليمان يلي ما خصه بشي من كل الإشكالات يعني كل العالم بعتقد صار تعارفة عنها عبر الأخبار وعبر كل البروغرامات يلي عم تحكي عنها إشكالات السابقة ما بين أهالي شكاو ما بين بعض من أهالي عرب التلي مش الكل سليمان لأنه بيعتبروا البعض هنيك إنه والده كان موجود خلال عملية إطلاق النار اللي صارت بـ 27 بعض الأشخاص اعتبروا إنه فيهم يطالوا ابنه يعني اتصور يا أستاذ ملا طريقة صارت وملا عملية اغتيال برصاص بالرأس مقصود القتل مش كانت تخويف متل ما كان عابين حكا سليمان حالته صعبة جدا سليمان الإصابات تبعه خطرة موجود بالمستشفى عم نحاول قدمة فينا نحن والأطباء إنه نخلي حالته مستقرة حتى نوصل لمطرح نقدر نعمل العملية لاستخراج الرصاصة التانية اللي هي مهنددة أكتر الشي حياته بالخطر عمليا هلأ هلأ بالمرحلة المقبلة خليني أقول الأجهزة الأمنية أنا حسب ما عرفنا أنه يعني اللي قاموا بالاعتداء متاورين عن الأنظار يعني فيه شي مستجدات على المستوى صحيح صحيح أنه عملوا العملية وتوالوا على الأنظار مش موجودين نحن عم نطالب الأجهزة الأمنية أنه تلحقهم وتجيبهم للعدالة حقنا للدماء لأنه المشكلة كتير كبيرة بشكها الوضع النفسي بشكها كتير والوضع العصبي بشكها كتير مش مقبول يا اللي صار ما في شي بيقبلوا ولا شريعة بتقبلوا طريقة اغتيال بكل دم بارد بهذه الطريقة وبرجع بكررلك سامو ما زنبوا بشي سامو ما خصوا بأي طريقة من الطرق بالقصص اللي كانت عم بتصير قبل سامو كان عم بتهدد صار له شهر شباب شكها كانوا عم بتهددوا الفيسبوك موجود والتليفونات موجودة في ناس كانوا عم بيبرموا بشكها حوالا بيوت الشباب عم بيطلقوا النار عم بيهددوا وتم تنفيذ تهديدهم باليوم التنان لسامو طب وقت صارت هذه التهديدات يعني رح اسألك سؤالة سريع تنحطت في الأجهزة المحلية يمكن البلدية رئيس البلدية نحطت أجهزة الأمنية بالأجواء؟ صراحة نحنا كنا عم نفط دايما يوم بيوم الأجهزة الأمنية بالأجواء دايما كنا على تواصل معهم للأسف للأسف إنه فيه هيدا الشخص يلي قام بالعملية ومش وحده لأنه متما قلت لك عملية مدبرة ومدروسة كان هو وكذا شخص اللي قام بهيدا العملية للأسف إنه الأجهزة ما كانت عم بتتوقفوا أو عم بتحيدوا نحنا كنا عم نقل لهم دايما عم بيطلع تهديد من هيدا الشخص حاولوا قدمة فيكن إنه توقفوا العقلاء من الجانبين يعني إذا كان من جماعة العرب بتتلي ولا من عندنا كانوا عم بيحاولوا يتواصلوا لاتفاق لأنهاء هذه الأزمة ولكن للأسف هذا الشخص ما كان عم بيستمع وصارت وصارت للأسف يعني أجهزة الدولة ما قدرت تصرفت أنا ماني هون لحتى أحكي عن تقاعص أجهزة الدولة ولا السلطة المحلية أنا هون عم بحكي عن سامو سامو الإنسان البريء المظلوم يلي هو عريس ما كان بده إلا يعمل حياة وعيلة وصل أنه حدا قدتوا بكل دم بارد من دون ما يكون إلوزان هاي دي كل القصة أنا اللي عندي ما هو يمكن هو اليوم عم يدفع مثل له ومثل غيره يمكن نتيجة اليوم تسيب الدولة وتسيب السلاح صحيح وهذا المشكلة صحيح صحيح للأسف هاي دي هي القصة اللي صارت بهذه الطريقة في شي بعض بدك تلي أنا مسألتك أنا بدي أشكرك بدي أشكرك بس إن شاء الله على العمل نحن نتمنى له نتمنى له يعني منصلي معاكم كمان نتمنى له نحن والدكتور الشيفة لإسليمين على أمل يقوم قريبا ونحن رح نواكب معكم العضية نشوف لوان خواتيمة لوان توصل أكيد بشكرك أنا أمين بطرس من أهل الشيكة أنا بدي أشكرك شكرا دكتور عماد الحوت أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شكرا يعني هيدا الوضع ما بعرف لش بيوصل يعني اليوم هو صار إذا أنت تبعت هيك هيك بين المزدوجان إذا تبعت القصة صار في تعبير يمكن وقت صارت قضية حماس بسبعة شهر ما بعرف لش نحنا كلبنانية بدنا نحارب بعضنا وبدنا نخلي بعضنا ندفع تمن مش نتيجة تشوه هيدا الوضع ليش هيدا النفور بعضه عند الناس بين الأطراف ما حدا عم بيتقبل التاني ما عم نقدر نتقبل بعض ولا رأي بعض في سببين رئيسيين أنا بعتقد السبب الأول أشرت لأله حضرتك بالحوار تسيب الدولة أو غياب الدولة وضعفها وتراجعها لما ما بيكون في دولة هي ضابطة للأمور ونظمي للعلاقات بين المواطنين بيصير فيها الفعل وردة فعل الأمر التاني هو أنه نحن للأسف بلبنان نفتقد شيء اسمه روح المواطنة بعدنا قبائل ومناطق وطوائف البداك يا بس روح المواطنية عندنا بعدها ضعيفة وبالتالي عند أقل مشكل تطلع دغرة عصبية المنطقة الطائفة القبيلة المذهب اللي بدك يا على حساب المواطنة تعرف بالمد الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة زاد حجمة طبعا مش أنه ممكن تراجعها وراء وهذا شيء مؤصف وأنا برأيي هذا مقصود يعني مقصود أنه يدلوا اللبنانيين هاك لحتى أنا بقول زعمة طواف يدلوا زعمة اليوم اللي بنصير مواطني بستيروا نفتش على نمط جديد من المسؤولين ببطل الزعمة زعمة يستبدل للأسر خريعنا أنتها العزة قلنا تقريبا أن إذا 38 أو 39 يوم اليوم على بداية الحرب برأيك من من هادي المداية اليوم هل في مجال أنا عم نحكي اليوم إسرائيل عاطت أصبوعين أو ثلاثة أنه لأنهاء الحرب في الناس بتقول أنه لا ما رح تنتقل برأيك هل في مجال اليوم لأنهاء هادي الحرب وبرأيك برأي عمد الحوت هل ممكن هادي الحرب تكون بداية عن جد لتغيير خريطة المنطقة ككل أنا بدي شوف موازين القوى لا أدري لك أي أو لا وإذا بنتطلع بموازين القوى الحقيقية بين رابح وخاسر من أول يوم إسرائيل خسرت خسرت لأنه صورة جيشها الذي لا يقهر تشوهت انضربت خسرت لأنه خلالها 38 أو 39 يوم اللي ذكرتم حضرتك مورس كل جرائم الحرب اللي ممكن أن تمارس آخرها اليوم الدخول على مستشفى وتحقيق مع الأطباء ووالى آخره تحت صمت الرأي العام أو المسؤولين الغربيين احتموا للرأي العام تكون دقيق أكثر صح فإسرائيل خسرت الحرب اتداء الآن هي عم بتحاول تعود اخسارتها لحد اللحظة ما أنجزت ولا هدف من الأهداف المعلنية يبقى إذا بدي أحكي عن موازين قوى الآن صح في أساطير وفي دبابات وفي طيران وفي تهديم وفي قتل أطفال ونساء كل هذا صحيح بالميدان هذا كله صحيح بس هذا كله ضمن إطار جرائم حرب هذول مش مش أهداف بتحدد ربح وخسارة بس عم يحكى يعني إذا عم يتابع من تقريبا من يومين لليوم يعني يبدو أنه الإسرائيليين عم يتواجدوا أكتر وأكتر عم يفوتوا على أنفاء لحماس أكتر وأكتر وعم يحكى نصاروا عم يصيروا بالمدينة يعني بقلب مدينة غزة اللي بيشوف في مشكل دكتور بس اسمحني هون يمكن في مشكلة لأنه حتى من المال تاني من جانب الإسرائيل وجانب حركة حماس ما نشوف كأنه حقيقة يعني الخسائر اللي عم بتصيب كل طرف طبيعي طبيعي وما حنشوفها إلا لتخرص الحرب بكل حرب هيك بيكون الواقع بس حتى هذه اللحظة العدو الإسرائيلي ما ورجعنا صورة نفق لو دخل ولو نفق واحد كان أكيد عمله هالي كبيرة وأنه أنا دخلت الأنفق ما شفنا ولا صورة نفق الظاهرة العدو الإسرائيلي الشغلة الثانية إذا بيشوف خريطة التواغل الإسرائيلي بقطاع غزة بيشوف أنه هو فات بأراضي زراعية وهلأ بلش يفوت على أراضي مبنية على شوارع وطرقات وما عم يقدر يتقدم يعني بمعنى آخر تقامت بتعتبر أنه حققت الانتصار لما بتفوت بالسيطرة على الأرض وما بيعد في عليك عمليات كل يوم عم ينحكي عن بين العشرين وثلاثين دبابة أو إلي عم تنعطاب عم ينحكي بين خمستاش لعشرين قتيل للعدو معنى ذلك أنه حبه حتى هذه اللحظة ما أنه قادر يسيطر على الأرض يعني أنت قصلك تقول لي أنه اليوم إسرائيلي باحد لحد يطلب ما أنه قادر يحقق إنجازات حتى بالمستقبل ما أنه قادر يحقق إنجازات يعني بس خليلي أفهم بالمستقبل أنا ما بعرف ما برجم بالغيب هو حط حط عنوان كبير اللي ضع على حماس تمام بعد تسعة وثلاثين يوم كل يوم في عمليات متواصلة على مدى الأربعة وعشرين ساعة على آليات العدو وتجمعات العدو تسعة وثلاثين يوم بطائرات ودبابات وهجوم بره وبعد الصواريخ عم تطلع من غزة بتجاه تل أبيب وأسقلان وكل هذه المناطق الفلسطينية المحتلة يعني إذا ما قدر يعرف مرابد الصواريخ كيف تقلي أنه هو قدر يحقق شيء على الأرض بهال بهال الهجوم اللي عمله معنى ذلك أنه هو عم يراكم خسائر عمليا هو لأنه مش عم يقدر ولا هدف عسكري حربي ولا هدف سياسي طب لاش إذا هاك إذا اعتبرنا هاك لاش الولايات المتحدة تصر على عدم مواقف طلاق النار أنت بتعرف عم يحكوا بهدى إنسانية ما عم يحكوا هني رفضين كليا شو الصباح لك خلينا خلينا ننتبه لكيف بلشت الأمور وين راحت لسبعة تشرين لما صارت العملية طوفان الأقصى الكيان انهز إحنا لأول مرة منشوف أساطيل حاملات طائرات بوارج ومش بس من أولايات تحت الأمريكية حتى من بعض الدول الأوروبية بريطانيا عتاكوا فرنسا وعملوا جسر جو معنى ذلك أنه ممثل هذه المنظومة الدولية في منطقة الشرق الأوسط كاد أنه ينهار لذلك تعطيه روح معنوية بالآخر بدك تقول له أنه أنا بعتلك اثنين حاملات طائرات أول واحدة فورد بعدين اشتتاني وراها قلت له أنا عم بعملك جسر جو لأعطيك اللي بدك أنا بعملك غطاء ضوء أخضر قصوف دمر طول أطفال طول نساء جرائم حرب أنا عطيتك ضوء أخضر بدك ترجع له المعنويات وإلا هي حتخسر قاعدتها الرئيسية كل القواعد الأمريكية بالمنطقة ما بتسوي شيء أمام القاعد الرئيسية اللي هي الكيان عزي دكتور يعني أنت حكيت عن موازين قوة وعم تحكي عنها وقصة حملية الطائرات وحكيت أنه كأنه حماس حققت إنجاز كتير كبير ولكن وقتا نحن نروح على إنجاز كتير كبير ألا يعني بعد ذلك أنه هناك سمن سياسي خليني أقل لك شو السمن السياسي اللي ممكن ترجع تلاقيه حماس من بعد هذه العملية عم نشوف اليوم نص غزة صارت برة الأهلي صاروا كلهم بجنوب مبارع شفنا وزير خارجية الأردن عم بيقول إذا أهل غزة بدو يروحوا على الأردن هذا بمسابة إعلان حرب يعني عم نشوف فيه صور فيه مؤامرات فيه أفكار فيه طروحات فيه مشاريع مش يعني كأنه حماس رح تكون برات الطاولة يعني ما فيه أسمان سياسية عم تقبضها لك خلينا خلينا بالأول نتفع على قاعدة عامة إحنا إذا بدنا نقول إنه التمن غالي بالأكمية بالمية الطفل المرأة الإنسان الذي قتل في هذه المعركة قيمته غالي أكيد بس هذا ما بيخليني يقول إنه ما كان لازم يصير اللي صار وقل كنت قلت أنا هالنص مليون شهيد اللي بالجزائر لو قلت أنا ما كان لازم يموتوا كان اليوم مات من الشعب الجزائري بالاستعمار ملايين مش نصف مليون فيتنا خد أي نموذج من نمازج الصراع بين محتل وبين أهل البلد في تضحية تتقدم بالآخر أكيد مكلفة طبعا في اقتلال بتوازن القوى العام وشناك الشيء الوحيد اللي حققوا العدوان الإسرائيلي هو المدنيين فقط لحد هلأ ما طلع ولا هدف عسكري ما أعلن عن أي أسير من كتائب القسام ما أعلن عن نقتل أي قائد من قوات الميدان كل اللي صار أنه دمر قتل دخل على قصف المستشفيات قصف كنائس قصف مساجد بس كله هدف مدنية كله جرائم حرب شو التماني السياسي أنا بعتقد أنه نحن رايحين على مرحلة جدية ينحكى فيها بحل الدولتين أنت تؤمن أنه ممكن يطرح حل الدولتين يعني أنت برأيك اليوم تتوضح صورة أكتر وأكتر بعد مرور تقريبا أربعين يوم أنه الأمريكيين والأوروبيين يريدون حل الدولتين لحتى ما يتكرر اللي صار بـ 27 مرة تانية بدك تعطي الفلسطينيين أمل بالحياة اللي صار بـ 27 طفان الأقصى هو نتيجة الضغط على الفلسطينيين تي عم تتخيل مجموعة من الناس مليونين ونص بـ 365 كم مربع محبوسين 15-16 سنة وبالقطارة بيفوت عليهم مواد بالقطارة بيفوت عليهم دواء بالقطارة بيفوت عليهم أكل حبس كبير بيقدر يضاين هيك اللي بتضف ياللي المستوطنين عمالي يتضاعفوا بشكل سريع جدا ياللي بالقدس اللي ما في أي احترام لا لكنيسة المهد ولا للمسجد الأقصى كل هذه الضغوط بدأ تولد ردة فعل طبيعية فإذا كان حلفاء الكيان بدون يضمنوا للكيان أنه ما يتكرر اللي صار بـ 27 هو يمكن على أكبر بدون يعطوا شيء للشعب الفلسطيني ومن يشايف شيء غير حل الدولتين والآن الكل اللي عم يحكي بحل الدولتين حتى حماس بالمناسبة حماس توافق على حل الدولتين طرحت هي طرحت هذا الأمر بس نتنياهو من وإبل والدولة والإدارة نتنياهو تحديدا مية بالمية لأنه اليوم العدو الإسرائيلي بدك تشرحه لثلاث أقسام الجيش يلي صرحت قيادته بأنها هي مش قادرة على جبهتين والتمن بغزة مكلف جدا عليها الجبهة الداخلية يلي هي عم تنظم حركة الناس عم تقول أنه أنا أولويت الأسرار الرهائن الإسرائيليين لدى حماس ولدى غزة وبالتالي أنا كل هالحرب ما بتعنيني بيعنيني حرر هدول الناس ونتنياهو يلي هو يخايف على نفسه من السجن وبالتالي اليوم التركيبة ما بتسمح بالاستمرار بها المعركة إلى ما لا نهاية أنا برأيه إلا بلحظة جنون من نتنياهو ساعتها ونشوف شو بيسير لحظة جنون يعني أنا أنا بدي أسألك عنها يمكن يفتح جبهة اللبنانية شو بيرده يعني اليوم كأنه الأمريكان بعضهم محافظين اليوم على الجبهة اللبنانية ما تفتح هي مضبوط أنا ما إلو المصلحة في أبعاد مختلفة عارف قامت آخر مرة سمعت شي عن أوكرانيا من لما بلش سبعة تشرين يعني من جمعة الماضي زيلنسكي لمعطر حكي يعني عن الوضع هناك أصف ما أكتر هناك اختلف الميزان أمريكا ما إلو مصلحة أنه اللي عم بيصير الآن بالشرق الأوسط يستمر لفترة طويلة لأنه هذا بيلهيها وبيلهي الأوروبيين عن المعركة بين روسيا وأوكرانيا اللي هي استنزاف لروسيا حتى ما تصبح حليف قوي للصين ورجعنا فتنة بقى بلعبة أسيا باسيفيك وأولوية أمريكا الصين مش أي مكان آخر بس برأيك دكتور خليني تقريبا نخلش يعني اليوم الأمريكان قدرين ينهوا أو يوصلوا لحل بهذا الموضوع بقصة الحرب بشكل سريع جدا لا مش أنك أنه اللي عم يروحوا برأينا عم يروحوا بالتجائع محاولة أعطاء معنويات لكيان العدو لحتى بلحظة من اللحظات يقوله خلاص صار عندك معنويات كفاية تعال نروح على الطاولة بقى أولو نخلص لأنه إنهاء حماس مستحيل هو للشعب الفلسطيني بالآخر انت مش عم تحكي عن عشرة خمستعشر واحد عملوا مجموعة عسكرية هو للشعب الفلسطيني بغزة نفسه هو اللي محتضنه هو اللي هو يمكن أنه عظل اليوم قضاء على حماس مش أنه نقضي على حماس جسدية قضاء على المنظومة العسكرية على الفكر السياسي طبعا برأيك بعد تسعة وثلاثين يوم اليوم عبكرة شفنا صواريخ انطلقت من غزة باتجاه تلقبيب بعد تسعة وثلاثين يوم برأيك قادرين يحققوا هالهدف بس في رهان في رهان دكتور يعني عطول عم نحكي بغزة معناش عم نحكي بغزة منزوعة السلاح عم نحكي ساعة بساحة ما بعرف في من يحكمها ساعة دولية ساعة بديكم في سلطة فلسطينية هون كمان سلطة فلسطينية شو وضع يعني مستقبلا برأيك شو وضع سلطة ما حدا حيحكم بغزة إلا الفلسطينيين سيبك من أي كلام آخر ما في أي جهة خارج إطار الفلسطينيين ممكن أن تحكم غزة هذا رقم واحد رقم اثنين انت شوف معيته سلسل الأمور احنا بدنا نخضي على حماس أول كميون بعدين احنا بدنا نحاصر قدرة حماس العسكرية وإن هي ما تحكم غزة بعدين رحنا باتجاه أربع ساعات هدنة بس اليوم عم نحكي عن هدنة أربع لخمسة أيام بس ما بدو يقول لا 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 مش عم نحكي فيها هذا التفاوض اللي عملي يصير عبر وسيط صحيح هو عبر عن خلاصة التفاوض بس ما قبله لما عم تشوف هذا الطرح ومين اللي عم يدفع بهذا الاتجاه الأمريكي معنى ذلك انه الميدان مش لصالحهم فاحنا حكما رايحين على حال التفاوض كلفت كتير مكلفة كتير كل نقطة الدم غالية كتير ما في شك بس الفلسطينيين أخذوا قرار بدون يحرروا أرضهم شوف تقول له طيب الجامعة العربية خلينا أسألك اليوم صار في قمة كبيرة يعني اليوم بالرياض هل خزلكم العرب سؤال لأنه سمعنا قبل بثلاثة أيام بلش الشيخ نبيل قبوك وحزب الله وصيد حسن نصر الله كمل هجوم مركز كتير كبير على القمة العربية شو رأيك شوف العرب بالقمة خزلوا أنفسهم ما خزلوا القضية الفلسطينية آه يعني العرب متخزلين بهذا طلعوه يعني طلعنا ببيان منطالب ومنطالب 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 بس ما في شيء أكتر من هنا تسمع بالملك فايسون وبتعرف أنه هو استعمال سلاح النفط صحيح وأدى استعمال السلاح لإيقاف الحرب شو هون بتشوف المعادن بقى يعني أصدق اليوم في بعض الدول العربية بعض الكلام ممكن تكون متواطئة إذا ما بدي أقول متواطئة ممكن تكون عم تستفيد من هذه الحرب اللي عم تصير أنا ما بدي فوت بالاتهامات ولا بدي حاكم نوايا أنا بس اللي بدي أقوله أنه في أدوات كان ممكن أن تستخدم دون أن تشكل عبء على الدول العربية لم تستخدم وبعطي نموذج كتير بسيط جزء كتير من السلاح اللي عم يورد للكيان الأمريكي السلاح الأمريكي اللي عم يورد للكيان عم يمرق بقواعد عسكرية بالدول العربية عم يعمل محطة بقواعد عسكرية ويرجع يوصل للكيان أبسط أبسط إجراء سيادة كتير منحب كلمة سيادة مشاك أبسط إجراء تجي الدولة العربية تقول لا القواعد هاي لا تستخدم لنقل السلاح اللي عم يمارس جريمة حرب دكتور باش بدألك شي لأنه ذكرتني بشغله ما هو كمان كانت الأموال توصل لحماس من بعض الدول العربية والخليجية تمرق بمطار بن جوريون وتروح لحماس فيه دليل فيه دليل على هالشي الدليل مش عندي بس طا ما هو قياديين فلسطينيين يقولون هادشي ما شي قياديين باعوا القضية الفلسطينية بمقار برام الله ما فيك تعول على يون كتير ماليش بس بدي يجيبوا دليل إذا جيبوا دليل عظيم من حاكم حماس على هالنقطة ما عندي مانع أبدا بس بدي دليل يعني أنا مش كل ما يقال شيء بدي اعتبره مسلم به خلينا انتقل هلأ إلى الميدان لأنه حكيت عن موازين الكوة برأيك قداش يقدر بعد حركة حماس تصمد بالأنفاء اللي هي موجودة فيه ما بارف ما عندي مالو في كتير تقرير بهذا الإطار حكيت أنه ممكن تكون نتيجة الانتندات بعدها موجودة على علمك من خارج من خارج غزة ما عندي معلومة يعني كمان آه ما عندك معلومة بس أنا بس بقول شغلة كتير بسيطة يعني أنا بتخيالها براسي الأنفاق اللي كانت ببيتنام مقابل الجيش الأمريكي كانت بدائية مقاراتا بالأنفاق اللي حاليا لأنه تطورت الأمور من هداك الوقت لها هلأ معيك؟ ونتيجة هالأنفاق البداية شو كان؟ خروج الأمريكي لأنه بنائع بقيته بأردن يعني قد ما تكون الوضع نفس الوضع عملك بغزة بس مع فارغ أنه هديك أنفاق بدائية هاي أنفاق؟ لا أمنا بداية لأنه بمرور الزمن الناس اتعلمت كيف تطور وتحضر في مدينة تحت المدينة دكتور في ناس بتحمل حركة حماس يعني أول شي كأنه شاهدها شاهدوا من أهل بيته أكيد سمعت يمكن موسى أبو مرزوق شو بيقول يعني اليوم بإطار التخطيط للعملية سبعة تشرين حماس حمية حالة حمية مؤترينها حمية حالة بالأنفاء بس ما سألوا عن المدنيين بيسألوا السؤال بأنه المدنيين هنا مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات هل يجوز اليوم منظمة مجموعة عسكرية بدت تعمل عملية نوعية كبيرة تجاه إسرائيل اللي هي معروفة بعدوانيتها وبإجراميتها وبدمويتها إنما تسأل عن الشعب الفلسطيني وتحطوا لشعب الفلسطيني قدام هذا الإجرام كله سوا خلينا يعني نرسي على بر مين اللي عم يحكم غزة حاليا؟ مش حماس؟ وزارة الصحة مين؟ وزارة التنموين مين؟ إلى آخرين طيب الحرب هادي اللي ضلت كلها الفترة هاي وقدروا صمدوا للحظة معينة مش هاي؟ هاي بالهوى صمدوا هن الناس اللي حالهم يعني قدروا أمنوا تحينوا وأكلوا وواوا إلى آخره وإيوا وواوا ولا لأ المنظومة الحكومية يلي حماس الأساس فيها هي اللي قمت بهذا الدور يبقى هي ما تخلت عن الشعب أبولا لحظة هي بالعكس قدمت لهم وواجبة بالآخر مش أنه والله يعني فيها تربيح جميل ما تدير القطاع من الأساس معظم الشغلة الثانية الشغلة الثانية بـ 365 كم مربع عم تحكي عن ثلاث لبقاء يعني بس بح تقرب للمشاهد عن شو عم نحكي نحن نحكي عن ثلاث لبقاء بس شو فيك تعمل أنت ملاجئ وعن أي ملاجئ أنت فيك تعمل بالآخر وانت عندك خيارين هون عم يحكموا بعضهم ما فيك تعمل ملاجئ على بعض سبعين متر بالأرض أو أكتر شوي أقل شوي اللي هي معدل القتال ما بتزبط أنت عم تحكي عن مليونين ونوص وهم بدك تأمل لهم ملاجئ هيدون يبقى هول بدك تحميهم ايه بدك تحميهم بالمؤسسات الداخلية والخارجية عملوا شبكة مؤسسات اجتماعية كتير ضخمة عم تعمل اللي بتقدر تعمله تجاه الناس وبنفس الوقت عم يحطوا المجتمعات الأمم أو مؤسسات الأمم المتحدة أمام مسئوليتها لأنه هول عندهم طايتل هول لاجئين فلسطينيين كلهم المليونين ونوص لاجئين فلسطينيين بعرف الأمم المتحدة وبالتالي مسئولي عنهم الأمم المتحدة اللي كان لازم من أول يوم تجي تقول هاي مسئوليتي هاي أنا ما بقبل جرائم الحرب تصير على المدنيين بس نحن مجاربين لإسرائيل يا دكتور يعني الواحد بتبدو يقدم أي خطفة لازم يعرف أنه إسرائيل رح تعمل هاي والأمم المتحدة لأنها قال لها ولا جمل مثل ما بيقوله قطير يسألوه جمعتين بيصرخ وحنا مرده بلك شغلي تبتعرف قصة الفيل اللي ربطه بحبل قصير كل ما يحاول يطلع منه يشدوا الحبل بعد أسبوعين ثلاثة يشهلوا الحبل ما بقى يفكر يطلع ومفكر حاله مربوط بالحبل إحنا إذا بدنا نستسلم لفكرة إنه الإسرائيلي بيدرب وأنا بقعد بتفرج عليه حظلني كل عمري قاعد خايف مش بس بفلسطين بكل محيط فلسطين بلبنان وبالأردن وبسوريا حظلني خايف وحظلني كل الوقت كل حساباتي مبنية على الخوف كل مشاريعي بالبناء والاستقرار والازدهار مبنية على الخوف ما بتعرف الإسرائيلي بأي لحصة ممكن يعمل أي شيء هل مقولي هاي إذا ما بحقق توازن رعب ما بلحظة من اللحظات لن أستطيع أن أبني بلد أنا عم بيسألك هذا السؤال تقل لك أنه حتى قائد الثورة الفلسطينية ياسر عرفات وصل لمحل من المحلات صار يؤمن أنه أنا صار لازم شيل البندقية على جنب لأنه ما وصلت لنتيجة وصار لازم فوت بالمفاوضات وانت بتعرف أنه حتى أبو عمار التقى مسؤولين إسرائيليين وصار يعود مع مسؤولين إسرائيليين وقبل آخر شيء بفلسطين كدولة بجوار دولة إسرائيل وليس على أنقاط دولة إسرائيل بينما اليوم حماس أو خليني أحكي حماس ومحور الممانعة تختلف اللغة كليا نحن عم نحكي بإزالة إسرائيل من الوجود قلنا خمسين سنة عم نحكي بتدميرها بكل هذه الأمور وما عم نقدر نعمل دولة فلسطينية مش دقيق هذا الكلام ليش مش دقيق لأنه بكل بساطة أسماعيل هني اللي هو رئيس المكتب السياسي إلى حركة حماس قبل طفان الأقصى بأشهر قال إحنا كحركة حماس ودي كانوا ألواء سابقا بالبيان نحن نقبل بحل الدولتين كحل نحن لن نعترف بالكيان لكن الشعب الفلسطيني يريد أن يستمر فنقبل بحل الدولتين بس ما يقوله إسماعيل هني يمثل طبعا هو رئيس المكتب السياسي مين التاني؟ مين التاني؟ مفي جنحان بحركة حماس لا لا في رئيس مكتب السياسي هو المسؤول الأول بحركة حماس وهو الذي يعبر عن توجهات الحركة مفي خالد مشعل جناح خالد مشعل هو مسؤول للحركة بالخارج جناح إيراني وجناح عربي يصنفوا بهذه الطريقة لا 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 اليوم أنت عم تشوف بالمعركة مع بعضهم عم يكونوا عم يفاوضوا مع بعضهم عم يسافروا مع بعضهم عم يتخرج هذا الكلام مش دقيق شوف بإطار النقاش الداخلي اي ممكن ممكن حدا يجي يقول طيب أنا كخضية فلسطينية في ظل التخاذل العربي عن نصرتي أنا ما لازم فتش على حدا يقف معي في حدا يمكن يطلع يقول له طيب لأي درجة أنا بقدر قابل النقاش بيوصل لقرار القرار بيمشي على الكل يبقى ما في جناحين في تفكير عميق وجد وتعبير عن وجهة نظر بنقاش مؤسساتي بيوصل لقرار والقرار بيمشي على الكل دكتور عم تلحوت اليوم أنتوا تتلو من دول العربية وتشوف أنه حتى أبو عمار كان يؤمن أنه نحن ما بقى فينا نكفي بلغة السلاح واللغة المقاومة وراح على مفاوضات وبالتالي اليوم الدول العربية لليوم عملية 27 أطعط له عملية التواصل والتطبيع والعلاقات مع إسرائيل أولا فيك تقللي شو حقق أبو عمار بهالفكرة ها غير أنه قتل مسموما ما حقق شي كان عدد المستوطنين حدود الميتين ألف اليوم إحنا عم نحكي بحدود السبعمية وخمسين لثمانمائة ألف الضفة بينما اتفاق أثل بنص على غير هيك بنص على تفكيك المستوصنات وعلى أعطاء الضفة وربطها بالقدس الشرقية على الأقل ويصير فيك ممار بينه وبين غزة وينه هذا كله هدا دايش إلنا هلأ نحن أبو عمار مقتول مسموم نحكي عن كترة طويلة من الزمن كترة طويلة زياني وعلى العكس تماما العدو الإسرائيلي الآن لم يحترم كنيسة المهد لم يحترم المسجد الأقصى وقسمه زمنيا وكان على مشارف أنه يقسمه مكانيا عدد المستوطنات عمال تزيد الحصار على غزة عمال يكبر يعني أنت عحنا عم نتراجع على ورا وبعدين شو فيك تعمل أكيد اللي صار بطفن الأقصى أربك مسار التطبيع اللي راهن عليه الإسرائيلي كبديل عن المفاوضات والإسرائيلي بيالك تب إذا أنا حصلت على الأمن حوالي كله بالتطبيع وجوه بقوة السلاح بحصل على الهدوء خلاص أنا ليش بدي فاوض عشوه 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 بدي فاوض منه بس أربك أربك تيكون إلو دور برأيك مين حماس ما بعرف ما بعرف الأيام بتقول ما بعرف أنتوا بعلاق تكون مع حركة حماس أنا اللي بقدر أقوله أنه حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني لا ينفك عنه المسار ما صار الفكرة التحريرية لفلسطين ما صار تصاعد بدي ذكرك بلشت بمحمد الدرة هذيك الطفل اللي أطلقوا عليه النار مباشرة بعدين راحت لأطفال الحجارة بعدين راحت لأنتفاضة أولى انتفاضة تانية 2014 صار تقصف مدن الكيان 2021 توسع القصف إحنا الآن صرنا بطفان الأقصى يعني تطلع من غزة وتروح على غلاف غزة تأثر مجموعة من العسكر وترجعنا على غزة هي عملية نوعية جدية يبقى تحكي عن تصاعد صحيح مسار تصاعدي لما بيكون المسار تصاعدي هيك أنا بأعتقد أنه في استحالة أن يقضع على حماس طيب أن يقضع على حماس الميدان هيك عم يقول تسلسل التاريخ هيك عم يقول تسلسل الأحداث هيك عم يقول مش أنا اللي عم بحكي أن يقضع على حماس نعم في استحالة يلي متخيل أنه حينام ويقوم ويلاقي خلاص فلسطين فاضي من أي مقاومة عم يحلق دكتور حكينا عن قصة الجبهة اليدنانية رددت قلت أنه الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز عسكري حتى اليوم ويقول لسيد حسن نصلى بإخطابه الأخير كمان تب اليوم ما في خوف اليوم تحتى نعوض هيدا الخسارة اللي ما عم تصير هناك نفتح الجبهة اللبنانية أنت عم تقول لي قبل شواء قلت لي أنه الإسرائيلي ما نقدر يفتح جبهتين ممكن بالحصول الجنوب يفتح جبهة الجنوب ممكن اللي أنا بدي أكده أنه على المستوى اللبناني فيه إجماع على أنه ما عندنا رغبة بالحرب على يعني برأيك حزب الله لا يريد فيه إجماع على أنه ما عندنا رغبة بالحرب لكن إذا فردت الحرب شو بتعمل يعني اليوم أنت بتحارب بالإبنان مش هايك أنتوا عم تحاربوا قوات الفجر إحنا مش عم نحارب يا ما في حرب بعض لهاللحظة هي ما في حرب بس أنتوا تحركتوا عسكريا صحيح بس أنا عم بستخدم المصطلح الصح هلأ ما في حرب هلأ فيه اعتداءات إسرائيلية على الأرض اللبنانية إذا بدي أتركوا عمالية ما دا حتتوسع تدريجيا وحتتوسعها توصل لإجتياح طيب إذا أنا ما شعرته أنه مقابل كل اعتداء فيه رد على الاعتداء ما بيعود بيعمل حسابات ساعتها بدي أفكر بقى هلأ هون يقول أنه أتب أنا إذا فتت شو اللي حشوفه برأيك إسرائيل عم تحاول جر لبنان على إسرائيل أي عم جزء من إسرائيل خليني أقول مشكلة إسرائيل جزء من الكيان الصهيوني عم بيحاول يجر لبنان على حرب ليستفيد من حاملتين الطائرات الأمريكية يعني اليوم بدنا نقول شكراً واشنطن يمكن لأنه هي الوحل هي اليوم كأنه هي اللي راد على اليوم إسرائيليين تقوموا بهذه الحرب المصالحها الذاتية مش مهتمة كتير بمصلحة مناحة لا عم بحكي بالمفاوضات يعني يقال أنه لو ما هي تدخل أمريكي هو اللي عم بيردع إسرائيل تتقوم بحربها بفتح الجبهة الشمالية بتعرف إذا بصير فيه جبهتين جهنم بتصير بالمنطقة الأمريكي يدرك ذلك أنا ما بدي لأنه ما بده ينجار بصير هو مضطر ينجار لكن بوارجو على مضيق هرمز باليمن منطالة نعم كل قواعده العسكرية في المنطقة منطالة فات برمال متحركة هو يدرك أنه ما بيقدر يطلع منها بسهولة والرأي العام الأمريكي لا يقبل ذلك أنه يفوت برمال متحركة عمدا لذلك هو أخذ قرار أنه أنا ما بدي إنجار لمعركة لبنان إيجا قال للبنانيين أنا عم حذركن فيهم جانين بالكيان ممكن يعملوا أي شيء أنتوا ما تفتحوا حرب أوكي نحن نفتحوا حرب دكتور عماد الحوت أنتوا كقوات فجر ما عم طعتوا كمان زريعة لإسرائيل أنه تضرب الجنوب نحن نطرنا سبع أيام والكيان قاعد عم يضرب ونحن ما كنا عم نعمل شيء أبدا قتل مدنيين بأكفر شوبة وبشبعة قتل صحافة نحن من ثلاثة أيام قصفوا سيارة صحفيين هذا كله نحن ما كنا عم نتحرق كنا عم نعطي فرصة على أمل أنه الدولة تقدر اليونيفيل وغير اليونيفيل يقدر يعمل شيء والأمور عم تتصاعد كانت تابعوا بعدين يبقى هذا العدو إذا أنت منك قادر أنك تلجمه بقرارة دولية هو ما بيعترف فيها أصلا بدك تعمل نوع من توازن رعب بس توازن رعب دكتور حضرتك نيب البرلمون اللبناني يعني حضرتك موافق على الدستور اللبناني مي بالمية موافق على اتفاق الطائف مي بالمية أنت اليوم عم نشوف مجموعات كتير عفواً على التأمير اللي هو ورد بعدة يعني وسائل الألم المقاومات تتناسل بجنوب حركة أمل غير حزب الله عم نحكي قوات البعث مبارح غير قوات الفجر شفنا شاكر البرجاوي شفنا قطاع بالقصام موضوع تاني كمان قطاع بالقصام اليوم شفنا مجموعات كبيرة صارت حم تحمل السلاح وعم تقول تحت شعار المقاومة أنا بدي روح اليوم شو ده يعني حضرتك كنايب بالبرلمون اللبناني معقول تخالف الدستور تخالف اتفاق الطائف وتقول أنا بدي سلح ناس طيب يوقفوا على الحدود ويقوصوا على إسرائيل وجر الخطر على اللبنان بالوقت اللي لازم نسمع من نايب البرلمون اللبناني يقول أنه لا الجيش لازم يكون هونيك موجود السبعة عشر سفر واحد لازم يتطبق وتفضلوا يا يونفيل طلعوا من الملاجئ روحوا على الجبهار طيب أولا يعني ما نكبر كتير الحجر ونقول عم تخالف الدستور ما في مخالفة للدستور وهلا حقول ليش خطر أنا أبعد من هيك بال2006 بعد حرب تموز 2006 طلع أمين عام الجماعة الآضية فيصل مولوي وقال نحن من طالب استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية ينخرط فيها كل اللبنانيين قرارة بيكون عند الدولة نهتم بتسليح الجيش اللي يكون أفعل وقادر أكتر أنه يلعب الدور المطلوب لحماية اللبنانيين من 2006 إلى هلأ صارت هالا استراتيجية الدفاعية لا هيدا رقم واحد الرقم اثنين مش أنا أنا مسؤول عن حالي أنا ماني مسؤول عن كل اللي عددتهم كل واحد بيقدر يعبر عن حاله بالشكل اللي بده إياه أنا أبعبر عن حالي أنا مرحت ولا مرة صوت على بيان وزاري في جيش وشعب ومقاومة كل القوى السياسية دون استثناء بمحطة من المحطات صوتت عم تحكي حضرتك كعماد الحوت كجماعة إسلامية أنا ما أمثل حالي أنا أمثل الجماعة بالمجرس هيدا مبارح اليوم ما أعرف لأنه بدي أسألك عن قصة التموضع الجديد يعني تسأل اللي بدك يما في مشكلة فإذا القوى السياسية كلها يلي الآن عملت حكي بأنه والله هذا مناقض كل واحد منها بمرحلة بحكومة من الحكومات صوت على هذه السلاسية مش أنا ولما بحكي جيش وشعب ومقاومة نحنا كنا من الناس اللي كانوا عم يقولوا أنا قلتها بخطاب مناقشة هالبيانات الوزارية نطبق الأولوية للإستراتيجية الدفاعية يلي بتحمي كل اللبنانيين واللي بتمثل كل اللبنانية بس أنا لما بشوف العدو الإسرائيلي من لما صار 1701 بال2006 لهلأ في عشرات آلاف الاختراقات جوا وبرا بظلني بقول له لا حبيبي عيوني أنت حقدت عطلك أنا اليونيفل وحقدت 1701 وشايف مجلس الأمن عم يمنع أي موقف من العدو طبعا ليش برأيك الجيش ما بياخد الخطوة والمبادرة بقول له لحزب الله تفضل لورا وأنا بوقف بالخطوط الأمامية لأنه يمكن وطي يوقف الجيش ساعتها لن تحصل اعتداءات قد لا تحصل اعتداءات إسرائيلية قد شايف عندها بتتغير اللغة سيد رونو لما أنت بتشوف ما اليوم كل هاودي المنظمات المصلحة اللي صارت رح تكون موجودة ساعتها يساندوا الجيش بس هو لكن اليوم ما حدا رح يساندوا الجيش موجود وعمل عبدالورو ما تخاف عليه الجيش موجود وعمل عبدالورو أنا مني عم بتقدر الجيش أبدا بهالناحية بس الجيش بيقدر يقوم بالشي اللي أنت جهسته ليقوم عليه فهو عم يبذل ما يستطيع بالإمكانات المتوفرة عنده ما فيني حمل الجيش الآن ما لا يطيق هيدا النوع من المعارك اللي اسمه يعني اليوم ليش مش قادرين ينتصروا على حماس لأن الجيش نظامي مقابل مجموعات شايف لو كان فيه مقابل جيش نظامي كان بيكسب الإسرائيلي حكما فبلبنان نفس الوضع أنا ما فيني حط الجيش بمواجهة مباشرة من هذا النوع أنا والله بصير فيه اعتداء بأربع متر بيطلع الجيش بأوس برجعهم المتر اللي طلعوه هاي بس سير فيه يونيفل فيه يونيفل اليوم وين كلها بمخابقة بلوما أو ما بلوما موضوع تاني بس كلها بمخابقة ألف سعمائة واحد وين لكان بمخابقة اليونيفل صار ما مين بدوا يطبق الألف سعمائة واحد مش اليونيفل ما زال يونيفل قاعد بالمخابقة يبقى الألف سعمائة واحد صار بالمخابقة مع اليونيفل يعني والعدو الإسرائيلي مستبيح الأرض اللبنانية بيضرب بالفوسفور بيحرق آلاف شجر الزيتون اللي هاي دي بدها خمس ست سنين لترجع تطلع الشجرة هاي لا تنبت بس بعد اللي ضربها بالفوسفور بيقصف صحفيين وبدأ له أنا بعدين وفوق هيدا وكله شايفوا شا عم يعمل بغزة من جرائم حرب وشايف بنفس الوقت المجتمع الدولي شو عم يعمل ليسانده وانا بدي عول بعد على المجتمع المدرس بها اللحظة هاي انا لازم امشي على خطين ليه همي الخط الاول الدبلوماسية لازم نضلع من دق باب المجتمع الدولي اللي نحطه قدام مسئولياته وبنفس الوقت لازم ادخط على العدو وعلى المجتمع الدولي انه انا بخرمش انا اذا ضافيري اصيري ما هالمجتمع الدولي اللي كان اللي بعده عمالي يوقف مع العدو ما هيطلع فيني هيطلع بس بمصلحة العدو ما انا ما بخرمش انا ما بزعيش ما بأزي بس انا اذا قلت له لا مقابل كل عملية في عملية عمالي تصير وعلى قد هدي اللي الان صار مشطلح الدارش قواعد الاشتباك صحيح مشايك هون بقى المجتمع الدولي صار بده يفكر لا هدول بيخرمشوا يبقى انا لازم برجع رتب الوضع مشانك انا عمبول فيه مسارين بده يمشوا مع بعضون فيه المسار الدبلوماسي اللي ضروري يمشي وفيه مسار اني خرمش بغياب الاستراتيجية الدفعية ما عندي طريقة غير هالطريقة هاي ولاد الارض نحنا اللي اللي عمش تغلو هني ولاد الارض ما نجايب حدا من برات من برات المنطقة دكتور بلالسل يعني ما بعرف اذا عماد الحود بالالفان وثلاثة واشين كني بيحكي نفس الحكة عماد الحود بالالفان وستة والفان وثمانة والفان وتسعة وهل اليوم شعب خليني اقول جماعات الجماعة الاسلامية يعني مناصرين جماعة الاسلامية وكلهم راضين على ما تكون به الجماعة الاسلامية اليوم بيئي التماوضع الجديد خليني اقول بين مزدوجين بأحضان حزب الله انا بتمنى عليك انك تراجع ارشيف مقابلاتي كلها لا تشوف انه اللي عم بقوله اليوم كنت عم بقوله كل الوقت بهالموضوع موضوع الخلاف السياسي مع حزب الله قائم ما تغير في خلاف سياسي طبيعي طبيعي احنا مختلفين بعدد من الملفات بس اليوم مثل كل القوى السياسية الاخرى بيختلف معه بشغلات وبتفق معه بشغلات بالاخر فالموقف السياسي ما تغير بعنا لا تتغير الفكرة ونحن بعدنا موقفنا السياسي اي احنا بدنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها وكل هذه الامور والاستراتيجية الدفاعية والغاء الطائفية السياسية كل اللي عم كنا عم نقوله وبعدنا عم نقوله انا اليوم بلحظة مختلفة انا اليوم بلحظة البلد مهدد بعدوان خارجي انا هلا بحط الخلافات السياسية على جنب مع كل اللبنانيين مش مع الحزب فقط وبيجي بقول تعالي انا تفهم كيف نحمي هذا البلد كل واحد منا بالمجال اللي قادر يعمله فاللي قادر يضغط على المجتمع الدولي يروح وانا معه واللي قادر يخرمش ليخلي المجتمع الدولي ينتبه للبنان كمان انا معه بس بحدود متجر الحرب على لبنان وهذا اللي عم نمر بس دكتور اليوم انتو عم تعطوا زريع على كل الناس يعني انو انا تحت شعار انو المقاومة انا بدروح يتصلح يعني كل واحد صارع عنده جماعة بدروح يتصلح شفتنا اليوم من موقت ما طلعت قوات الفجر طلعتين نهار عفوا رئيس البحث على الإعجازة وشفتنا بعدين كيف طلعوا بعدين بلشوا يطلعوا برأيك هذول ناطرين قوات الفجر لا يطلعوا كانوا بس ليش اليوم اعطاء الزريعة انو اليوم كأنو كأنو في منظمات غير شرعية لط يعني اليوم اكيد ما عم بصير فيه تنسيق مع الدولة هل سنتصر فيه تنسيق مع الدولة انو نحنا بدنا نكون على الحدود نحنا نقاتل عم تنسيق عم بيكون مع حزب الله لا مش مع حزب الله دا الأمر ميداني بأهل الميداني بيعرفوا فيما تقدروا تقدروا لكن انا خليني اقول لك شغل انت هلأ عم تحكي انا وياك قاعدين هلأ بسحة الشهداء بمبنى مرتب فيه مكيفات احنا مش قاعدين على الحدود وعم ننقصف فيه فرق كتير كبير بالخطاب لما تكون انت قاعد فيه ظل عجز كامل للمجتمع المدني الدولي انه يحميك عجز كامل انه يحميك مسأل بسيط جدا برأيك مصادفة انه توتال تجي تخبرني قبل ما تخلص الحفر انه ما فيه غاز فيه علمات استفهم علي يعني صراحة انا عرف شو عن اي مجتمع دولي عم تحكي عن هذا المجتمع الدول اللي بيخلي توتال توقف حتى ما يطلع غاز بهالوقت هيدا وبعدها احنا نرجع نشوف احنا نرجع تبرم العجلي بس لتكون خلصة الحرب وترسم المسار السياسي بعدين عن هذا المجتمع الدولي عم تحكيني انت اليوم عن مجتمع دولي شاف كنيسة الروم انا عم بل لك عن مجتمع دولي شاف كنيسة الروم انقصفت متحرك شاف مستشفى المعمداني انقصف متحرك شاف مستشفى الشفاء فات انفات عليها ومتحرك شاف 4900 طفل قتلوا ومتحرك عن اي مجتمع دولي طب انا اذا المجتمع الدولي مش قادر عوّل عليه شو بعمل دكتور انا عبقول اعطوا الدولة مجال اعطوا الجيش اللبناني بياخد مجال الجيش اللبناني اللي طلب منه انه يطلع يحارب بعرسال وقت في محلات معينة حزب الله ما قدر واجه داعش طلب ان الجيش اللبناني يتفضل يطلع يحارب داعش وحارب داعش اليوم هيدا الجيش اللبناني بعتقد ب باعتراف الكل صار عنده كل الادورات انه يقدر يواجه يوقف على الجبهات بعدين اصلا يعني بالمنطق الدولة الطبيعية انه الجيش الدولي هو اللي بيحارب بيواجه ممتاز وليس الماليشيا ممتاز مش هناك كنا عم نحكي عن استراتيجية دفاعية فإلى نقاط احنا حددنا نقاط قدمنا طرح كامل للموضوع هيدا على رأسه اعادة النظر ببنية الجيش ليكون قادر بس انتو ماذا نكون اكيد يعني بس اليوم ملعة استراتيجية دفاعية ممتاز ومش انا اللي منعتها حزب الله اكتر حزب الله وربما غيره حزب الله وربما غيره كمان ما عندي مشكلة سمي بس وش انا اللي منعتها طيب من هلأ للجيش يكون قادر يلعب هيدا الدور شو بعمل ابدلني عم عول على الجيش بحسب طاقته لانه اذا حملته اكتر من طاقته بيفرد ما كمان انا بدي ايه هيدا الجيش ما بدي ابني على لي موجود لكبره بدي ايه وين بالداخل لا بدي ايه على حدود انا ما بدي ايه شرطة شرطة سير بدي قوة الامن تلعب هيدا الدور بس هلأ ماني قادر بعد عم بستعين فيه دكتور اذا عم نحكي اليوم بيطار الجيش اليوم طرح ملف ايادة الجيش يطرح بسخونة يعني عم نشوف صار في فرز يعني كبير بالبلد اليوم الجماعة الاسلامية وعلى بعد الحوت وين موجودين يعني اذا جرى او تم اقتراح التنديد لقائل الجيش ان كان بالحكومة عم بحكي المبدأ او بمجلس النواب حضرتك بتكون بمجلس النواب للموافعة تنديد ايه بكون انا اصلا ما عم قاطع ولا جلسي حتى الجلسات التشريعية احنا بالنسبة لقلنا كجماعة موقفنا واضح تشريع الضرورة متاح الاولوية تبقى الانتخاب رئيس للجمهوري بس انا ما فيني عطل مصالح المواطنين فتشريع الضرورة فقط الضرورة متاح وموضوع قائد الجيش من الضرورة لانه مؤسساتنا فضيت عم تفضى واحدة وراءة تانية واحدة وراءة تانية وهلأ بعشرة كانون التانية بيروح قائد الجيش يعني كمان احدى المؤسسات الاليلي اللي بقى يبقى هلأ تفرض ما لي مصلحة يعني برأيك قائد الجيش لازم يكون لانه في بعض الحكاية يعني خلينا نكون صراحين يعني فريق الطيال الوطني الحوث بقول انه ليش بدنا نرجع نمدد فينا في كذا اقتراح وانت عرفت فيهم اذا فينا نعمل اقتراح رئيس الأركان بيكون ما نعين مجلس عسكري جديد وبالتالي يعني كأننا سابع رئيس مقاطمة كتير استهدامة الخبرية انه انا بعمل سابعة بعين قائد جيش بغياب رئيس الجمهورية يعني ما بعرف ما حنعين ما فينا نعين قائد جيش بغياب رئيس الجمهورية انت ضد هيدا الموضوع عرفا ما فيني اعمل هيك عرفا ما فيني اعمل هيك هي مش صراحية رئيس الجمهورية صحيح بس قائد الجيش هو واحد من المواقع المارونية المميزة بالسلطة اللبنانية فمن المنطق اني اخد رأي رئيس الجمهورية اللي هو القائد الاعلى لقوات المسلحة بين هلالين طب انا هلأ ما عندي شو بعمل طب هو زيته جبران باسيل كان مانع تعيين رئيس الاركان وبقية المجلس العسكري هلأ لانه صار مطروح تأخير تسريح قائد الجيش صار تبدي يعين كيف الحكي اذا ما فيك كلمة بك يا لان ما فيك مرة تقول لي ما بدي ومرة لانه صار على اياسك بدك بدك تحدد يا بتقول ما بدي وبتضلك عطول ما بدك يا بتقول اي لا انا بدي راعي المصلحة الوطنية وما تفضل المؤسسات هعين اللي لازم يتعين بالحد الادنى فقط لتضل المؤسسات شغالة وخلص بعين على طول ساعة بهالحدة ده عظيم دكتور عندي اخر سؤال لك بالملف الرئاسي ولولا انه هلأ مش كتير يطرح ولكن بدي اعرف منك تحديدا يعني العملية اللي صارت بغزة والتطورات اللي عم تصير أول شيء ممكن تأتي بمرشح حزب الله الى رئاسة الجمهورية وهل تؤيد الجماعة الاسلامية وجود مرشح لحزب الله برئاسة الجمهورية احنا مش عم نقارب الملف بهيدا الاتجاه انه هو لحزب الله ولا غير لحزب الله سلمان فراجيه لحزب الله لالك شغلة هيك بكل ارياحية بواقع البلد الحالي حزب الله يملك الارجحية بالقرار برئيسه من دون رئيس احنا هلأ من دون رئيس صحيح مين الاكتر نفوزا بالبلد كخوة سياسية يبقى رئيس الجمهورية مش هو سبب نفوز حزب الله شيء لكن رئيس الجمهورية عنوان البلد ما فينا نمزح فيه رئيس الجمهورية عنوان البلد جوه وبره يعني انا لما بدي جيب رئيس جمهورية بدي جيب رئيس جمهورية يقدر يحكي مع كل اللبنانيين اذا اجي رئيس جمهورية طرف جزء من اللبنانيين حيكونوا معه وجزء حيكونوا ضده مش هيقدر يعمل شيء زي ما صار مع العماد عون ميشيل عون صحيح فانا نحن اخدين موقف انو نحن ما بدنا حدا نطرف بدنا حدا يجي قادر يحكي مع كل اللبنانيين مع الحزب ومع غير الحزب وبنفس الوقت بدي يكون قادر يحكي مع برا فانا اذا جبت حدا ميال لحزب الله العالم العربي شو بيعمل بيغطعني طب انا بقدر عيش من دون عمقي العربي ما انا قايل بالدستور انو انا هويت لبناء عربي فانا بقدر عيش من دون العمقي العربي طيب فانا عم بيحكي هنا مش عم بيحكي مع حزب الله ولا ضد الحزب الله عم بيحكي عن المصلحة اللبنانية المجردة بدي رئيس الجمهورية قادر يحكي مع كل اللبنانيين وبالتالي منه طرف وبدي رئيس الجمهورية ما يشكل حساسي للعالم العربي لا يقدر يفتح بواب للبنان لا يقدر يطلع العالم العربي وعلى المجتمع الدولي دبلوماسيا الناب دكتور عماد الحوت اهلا وسهلا فيك شرفتنا بحضورك مشاهدين اللي هون بتنتهي حلقتنا انا بدأ اشكر زميلي نديم هيكل يلي رفقني بالحلقة ونلتقي لأسبوع المقبل اشتركوا في القناة